السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم طلابنا العزاء ويعكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نشرح الفرق ما بين اللايت والدارك إيل الالة يعني أكثر من حالة احنا راح نتكلم اليوم عن اللايت إيل والدارك إيل طبعاً الال مرات تكون لام ثقيلة ولام خفيفة اللايت إيل اللايت الخفيفة الال الخفيفة والدارك إيل اللي هي اللام الثقيلة طيب الآن لو أجيت على كلمة لست إيل وورا علة إيل وورا علة نسميه هذا هذا نسميه لايت إيل طيب علة بعدها إيل بول طول إذن الال ال 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 هنا راح اعتبره دارك ليش لأن إجي قبل علة هو صار وراء العلة هو الال صار وراء العلة الال صار وراء العلة يعني أنا عندي علة بعدها أيل أما اللايت إيل فهو يجيني قبل العلة يعني أيل ثم علة أيل ثم علة أيل ثم علة لست هذا اللايت دارك هذا أيل طبعاً هذا تعريفة هذا ملاحظات عنه بفورا كانسنة لتا أو ساونت وإلى آخره هذا هو الفرق ما بين لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتشاركوا هذا الفيديو لزملاك